السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اليومي من قناة ليمي جيمي قليل ورجعت لكم فيديو جديد وفيديو جدا أسطوري سوف نلعب بتشكيلة المنتخبات وهذا المرة المنتخب الذي وصل بينجهز تاريخين لصف النهائي منتخب أسود الأطلس المغرب مثل ما تشوفون السوق في نقاط حمراء وهي الشراء اللاعبين المغربين كلهم تكلفة 6 طاعة راح شماليونك الليست خاصة في أسود الأطلس والآن راح ندخلهم واحد واحد طبعا هذه ليست تشكيلة سوف نغير التشكيلة على حسب اللاعبين ندي نشترينهم والتشكيلة سوف تكون 4-1-4-1 لكي لعب مرابط وكل كل اللاعب اللاعب في مركز قريبا فرح نبحث البلد ننزل نجد المغرب ونبدأ من حراسة المرمى أين هو ياسين بونو ياسين بونو وينو ياسين اوه لقيته ياسين بونو ما كنت عم أشوف مليح مزروي ضاهر ياسر لا يوجد أظهره حاكم يامين وفي قلب الدفاع راح يكون نايف واحد وبجنبه رومان سايس في المحور محور ماشصة يونيتد نور الدين مرابط اه صفية مرابط عفوا نور الدين أخوه وفي الوسط أوكيلي وفي الجناح حارت وفي الجناح لي من الذي لا يعرف حاكم زياش وفي الوسط لم نجد لعب ذاك وضعت هذا فالهجوم نسيري وهذه التشكيلة اللي سندخل بها ونلعب ثلث مباريات هجوم تنفسي والان انطلقنا في اول مباراة هذه هي تشكيلة الخصم اه تشكيلتنا عفوا المغربية وهذه هي تشكيلة الخصم عندها ايضا لعب عربي امين حريت المغربي والان كورا عند حريت من جديد حريت الوكيلي وكيلي اسف اذا لم انطق اسماء اللاعبين جيدين انا لا اعرف جيد اللاعبين المغربة يوسف انسيري الذي اعرف ان يوسف انسير لا يضيع كثيراً ارتقاءاته خرافية منصير اللاعب يضيع متل ما قلت لكم والان اشرف اشرفه ضيع ارتقاء كوينو ارتقاء ذات بوردغال كان جداً اسطوري حكيم ضعت والحارس وتسلل وكل شيء الفرصة امين حريت في العرضة حريت في العرضة مو محدود حريت يوسف انسيري سبرينت يا يوسف انسيري انسيري ما يضيع انسيري ما يضيع نسخة ذهبية ما يضيع يوسف انسيري الى حارت 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 في العرضة ايش قصة حارت مع العرضة فول جول زياش والهدف حكيم زياش لعم غلطة صراي زياش زياش الى وكيلي وكيلي تصدلها ما هذا الحارس حارس عقدني حارس عقدني حاريت حاريت اهرب والحارس عقدني متل ما قلت لكم عقدني الحارس حاريت حاريت تصدل على الحارس من الجديد هذه مضي هذه مضي الحارس حارس الخصم معقدني حاريت وكيلي ضعت انتهت المباراة وبدأت المباراة الاخرى قطعت الفيديو لكي ابدأ هذه المباراة هذه مضيع تصدل على الحارس حاريت والهدف الان فرصة اخرى انسيري ما يضيع انسيري ما يضيع اثق في رجل انسيري اشرف حكيمي وغول انسيري من جديد حاريت حاريت الى يوسف يوسف غول تقريبا انسيري حاريت في سقف المرمى وغول انسيري وغول انسيري اصدل على الحارس حكيم ابا اشرب ارتو بحاكم ارتو بحاكم تصدل على الحارس والان كورا ضاعت تيالا غبي غبي هدي في هدي الهجم كنت غبي والان يوسف صفيان 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 يمر صفيان ما يسدد صفيان ليس آناني والهدف السادس ضد الخصم الطعيف يوسف انصيري هربت له مزراوي يلا حاريت لا يحسد حاريت والهدف هدف تيكي طاقة مغربية والان يوسف انصيري اخر فرصة في مباراة ضاعت تقريبا هدي اخر فرصة وكيلي والهدف والان مباراة ثالثة واخر مباراة للفيديو تشيل الخصم ضاعفة جدا سوف نفوز بكل سهولة واخر مباراة الكورا عند حاريت حاريت الى وكيلي ما هدي تزيع وكيلي حكيم حكيم الى يوسف انصيري والهدف ضيئة تزديدة واحدة بنصيري تذكرتو عن مباراة الماضية حاريت 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 راوغ حاريت راوغ اخذ المدافع فرصة رائعة الى امين امين والهدف اعتقد اسمه امين حاريت لا اعلم بالضبط لكن انا ما اعتقد اسمه والله اعلم امين حاريت حاريت والهدف كنترول هدف حاريت يوسف انصيري 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 في العرضة سددها من هنا بالحارث وزين سدد لكن في هذه الكورا انصيري ما يضيع انصيري ما يضيع بكل سهولة انصيري ما يضيع رحيمي والهدف رحيمي ارحمهم يا رحيمي يوسف انصيري انصيري في القول وكيلي وكيلي السلام والهدف سبعة واحد الخصم ضعيف والان يوسف انصيري ما يضيع انصيري ما يضيع انصيري اي تزديدا من انصيري هدف تقريبا حكيم زياش زياش ابغى ارتو من زياش ارتو من زياش ما هدي الارتو يا زياش ما عجبتني زياش ما عجبتنيش يا زياش متل ما يقولون بالدليجة وكيلي 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 ضعت 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 والهدف والهدف و الى هنا انتهى الفيديو لا تستطيع ارزال لايك والاشتراك والصلاة للمحمد صلى الله عليه وسلم و اراكم في اقرب فيديو احبكم